بالأون الأخيرة شفنا أنه كثرة البنيون العالية وكثرة الجسور وغيرها بحيث أكو أماكن بها أشجار يقطعوها حتى يبنون شنو تأثير تقطيع الأشجار علينا إحنا كأمراض يعني أكيد تشوف تد يصير وكيف ممكن نعالجها لا هو هسة إحنا كالعاصمة بغداد إحنا نقدر نقول بأنه إحنا هواية لي وراء عن باقي البلدان العالم بالتطور فأكيد العدد الهائل اللي يعيش بالعاصمة بغداد هذه الشوارع ما تتحمل لأن الشوارع هذي كلها صغيرة ومصممة للعدد السكان القديم وعدد السيارات القديمة اللي كانت موجودة ليست بهذه الأعداد الهسة فهي يحتاج خطة لتطوير العاصمة بأنه تتحمل هذا العدد الهائل من البشر وكذلك السيارات اللي موجودة بها بس إحنا من 2004 لحد الآن ما زرعنا شجرة بل قطعنا أشجار حولنا المزارع دائر ما يدور بغداد إلى مناطق سكنية بدون ما أكو أي خطة لتبديل هذه المناطق اللي إحنا دا نحولها إلى مناطق سكنية ونحول غير مناطق إلى مناطق خضرة أو نشجر به يعني أنا كل شجرة اللي أنا لازم أقطعها من مكان بسبب مهم اللي هو مثلا دا عرض الشارع لازم بدالها أنا أزرع لي على أقل شجرتين ثلاثة لأن هاي الشجرة قبل خمسين سنة كانت بحجم هذه الشجرة اللي هسة أنا رح أزرعها صح بارة خمسين سنة العطاء مالته رح يكون غير العراق يعتبر خامس أكثر دولة تضررا بسبب آثار التغيرات المناخية هذا البلد يحتاج أن نكثف كل ما هو يحتاجه حتى نقلل آثار التغيرات المناخية لازم نشجر لازم نعرف شون نستخدم المي ونحافظ عليه عدنا مشكلة بيدارة المياه عدنا مشكلة بعدم التشجير بل قطع الأشجار عدنا مشكلة بالجفاف زين كل هذه الأزمة اللي احنا دا نعيش بيها وفوقها هنشوف بأنه ماكو اهتمام من الدولة بل ماكو اهتمام بنشر الوعي للناس بأنه الشجرة الواحدة جقد إلها تأثير على حياتنا ومستقبلنا على حياة البرية والعصافير والطيور وكل شي يعيش بهذا البلد رح يكون مؤثر وجود هذه الشجرة فاشقد تأثيرها إيجابي وقلعها أو قطعها اشقد رح يكون تأثيرها سلبي وخطر نحتاج نشر الوعي نحتاج من المدارس بأنه أكو بالدروس اللي درسوها الأطفال أكو مادة هي تخص هذه الأمور أمور البيئية أهمية الشجرة الأفراض وأنا اعتبرها زرع الشجرة هي صدقة جارية تبقى إلى أجيال أجيال ما بعدنا فإحنا نزرع الشجرة الأجيال اللي ورانا هم رح يستفادون كذلك من الشي اللي إحنا سوينا فشي جدا عظيم ترجمة نانسي قنقر